بالتأكيد في مصر لما مسكوا نتانسون والمجموع اللي معاه لكن ما عارفوش يمسكوني إلا بعد كده في فترة عموما أنا تجربتي مع المصريين كانت تجربة جديدة كانت تجربة قصية وبعض الأحيان كان لديها تجارب مع الإسرائيليين نفسهم مع الإسرائيليين؟ أيوا الإسرائيليين لأنهم في بعض الأحيان وبحجة حمايتي أو مساعدتي كانوا بيعطالوا عمليات على أكبر جانب من الأهمية كنت بقوم بها بين الحين والآخر أعتقد أن أخبار بعض العمليات دي لازم تكون واصلت لكم هنا يا سادي عقوب أدن سمحون يحب ينزل ضيف عزيز على بيت من بيوت الوكالة اليهودية ولا ينزل في فندق في الحقيقة أخشى أن رغبيتي غير ده أو ده أعذرني أدن سمحون أنا ما فهمتش أصدق أنا جيت هنا علشان أعيش في بيت مش في لوكاندة أو بيت من بيوت الوكالة أيوة بس الأمر يستدعي بعض الوقت عشان نلاقي حاجة مناسبة يا عزيزي أنا عشت طول عمري أدور على البيت ده وأحلم به في كل سجن دخلته وأنا ما عنديش استعداد إني أتناظر عن الحلم ده أبدا بالتأكيد أنا هتدبر الأمر بالتأكيد هتدبره بس بالقطعة يلزم لنا كام يوب أوكي يبقى نروح لكاندة أدخل أدن سمحون ممكن تتفضل معايا إيه رأيك يا عموب كان معاك حق شيمون كان معاك حق مش ممكن نسيب شاب زي ده واضح إن واثق من نفسه جدا واحد بيتحرك بالثقة دي مش في إيطاليا ولا في مصر لا في إسرائيل يبقى لازم يكون بلاش نحكم عليه دلوقتي غلط إننا نحكم عليه دلوقتي شيمون غلط إننا نحكم عليه من أول يوم أو حتى من أول أسبوع أو من أول شهر أو شهر غلط شيمون غلط شوف أنا ما سبتش ياكوف بنيانين حنانيا من ساعة ما نزل من المركب لغاية ما انتم قلتولي أقف أنا شفته شفته هو بيأكل وهو بيشرب وهو بيتفسح لاحظ إنه هو كمان كان شايفك أنا ما شفتش حد عنده المقدرة دي دواسك من نفسه مية في المية غلط شيمون التصرع في الحكم غلط أنتوا بتضيعوا وقت على أموم ما ينفحش معاه إلا التعلم يوسف الأزرع هو يوسف الأزرع ما في جي إبقى أنتوا هتخسروا ترجمة نانسي قنقر